بعض التجار للأسف وانا بقول البعض استغلوا الفرصة طلع قال لك الحق هيحصل زيادات الام الجاية فياخد البضاعة اللي عنده عنده خمسين ستين قطعة يروح مخبيهم ولما يخبيهم دول موجودين عنده ما فيش مصانع النهاردة بتنتج بالكميات عشان تروح المعارض ولا تروح المحلات عشان ناس تشتري مفيش الحاجات الموجودة دي حاجات قديمة فيخبيهم فحد يكلمه يقول له آه بس بالسعر الجديد ده هو موجود عنده كام السعر الجديد هتلاقي السعر الجديد كسب في القطعة من اربعة لخمس ستلاف وواحنا ستلاف جنيه في الحاجة الوحدة وهي قصة موجودة ماركونة استغل تاجر بالحكاية ده قدى انه بقى الكميات قليلة جدا معروضة بقى عليها طلب وبقى في حالة ركود لانه فوق قدرة الناس قدام حضراتك هو ادي شارع عبد العزيز اللي قدامكو الحاجات اللي قدامكو ديت فيه آآآ مثلا تلاجة على سبيل المثال كانت سعرها مثلا تسع عشر تلاف جنيه النهاردة حضرتك بثلاثة وعشرين الف جنيه آآآ تلاجة اخرى بتزيد عن سعر المصنع خمسة وعشرين تاني المصنع بيدهلك بسعر ولما تروح تشتريها زيادة خمسة وعشرين الف جنيه عن سعر المصنع بتجاز اللي كان مثلا بألف وتمينمية ألف وتسعمية هتروح تشتريه النهاردة بتدفع فيه تلات تلاف وسبعمائة جنيه المكنسة اللي كانت بألف وتسعمائة جنيه النهاردة هتروح تشتريها بألفين وتسعمائة جنيه وممكن تلات تلاف جنيه تلاجة اللي كانت بسبعة بثمان تلاف أو تسعة تلاف جنيه السنة اللي فاتت زي دلوقتي بالزبط في شهر يونيو اتنين وعشرين من سنة بالزبط اللي كان بـ 7000 و 8000 وبكتير 9000 النهاردة وصلت 27000 جنيه الغسالة اللي كانت بـ 4000 و 5000 النهاردة بتشتريها بـ 8000 جنيه زي ما بقول لكم الأسعار دي أسعار كبيرة وأسعار زي ما بقول لكم كتير قوي يعني أنواع تلاجات اللي كانت بـ 12000 بقت النهاردة 19 بتجاز اللي كان بتلاتة بقى النهاردة بـ 7000 تاني فكل ده تلاجة مثلا كان سعرها 7 بقت بـ 18 مبرد مية مبرد للمية كان سعره 1600 جنيه 1500 1600 وصل النهاردة 2900 جنيه غسالة اللي كانت 6 7000 وصلت لـ 15000 جنيه طبعا حسب الأنواع أنا بقول لك بعض الحاجات حسب الأنواع طبعا الشاشة تلفزيون 32 بوصة اللي كان من سنة بـ 1800 جنيه النهاردة وصل ما بين 3400 لـ 3000500 اللي هو الحاجة اللي هي أقل حاجة طبعا في حاجات وصلت سبعين ألف تاني بقول لك سبعين ألف وخمسة وسبعين ألف جنيه بس تبعوا عارفين الأرقام تبعوا عارفين الأرقام